اشتركوا في القناة والذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها وأثناء صاحب الجلالة حفظه الله في برقيته على المسيرة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت وما حققته من انجازات ومكاسب لصالح شعبها الشقيق والذي عزز بدوره من مكانة الدولة الشقيق على المستوى العربي والعالمي وتمنى جلالته لدولة الكويت تحقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقي تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله